أهلاً إخوتي وأخواتي الأحباء حديث عن لماذا لا نعترف كعرب بخطايا الماضي وأقول هذا التعبير كعرب مثل ما ذكرت في البداية ليس لأي شيء مغرض ولكن من محبة ومن رؤية أنه الله ممكن يغير الأمور إذا اتخذناها في المصار الصحيح أول شيء إخوتي وأخواتي خلينا أبتدي من الكتاب المقدس من كلمة الله بكل وضوح أحبائي الكتاب المقدس لا يخفي خطايا الشعوب والأنبياء في الماضي بل يذكرها بكل وضوح الكتاب المقدس أحبائي ما بيخفي أي خطية بيتكلم عنها بكل وضوح وطبعاً للذين يتهمون بتحريف الكتاب المقدس مع أنه استحالة تحريف الكتاب المقدس لو أراد اليهود أن يحرفوا التوراة لكن لغوا هذه الآيات اللي فيها بتتكلم عن خطايا الشعوب هذه الخطايا التي تسبب إحراجاً لهم أو لربما شالوا الآيات اللي بتتكلم عن مجيء المسيح فمش بس خطايا الشعوب الكتاب المقدس بيذكر حتى خطايا الأنبياء فمثلاً آدم أخطأ وعصى ربه والكتاب بيتكلم عن خطية آدم كممثل رئيسي للجنس البشري وإحنا اتورثنا الطبيعة الخطاءة الساقطة من آدم وهكذا أحبائي إذ أخطأ الجميع في آدم واجتاز الموت في أو إلى الجميع ولكن برضو الكتاب بيذكر خطايا الأنبياء فمثلاً نوح اللي يعتبر البار والطقي مكتوب إنه سكر ولما سكر اتعرى وطبعاً منشوف إنه كيف البشرية توزعت من أولاده وكيف وضع لعنة على كنعان واحد من أحفاد نوح فإذا نوح سكر واتعرى والكتاب بيتكلم بشكل واضح بيتكلم عن إبراهيم أبو المؤمنين إنه كذب بيتكلم عن يعقوب واحد من الآباء خدع كان شخص مخادع بيتكلم عن لوط أحبائي بسبب إنه كان مؤمن جسده مع إنه كان بار ولكن برضو الكتاب يتكلم عن بناته وكيف زنت مع والدهم موسى النبي قتل داود زنى وقتل سليمان اللي هو نبي وحكيم يعتبر واحد من أعظم الحكماء تزوج بنساء كثيرات والنتيجة إنه قادوا أو أزاغوا وأملنا قلبه لعبادة آلهة أخرى والجدير بالذكر حتى هؤلاء الأنبياء اللي تزوج أكتر من زوجه بتشوف العواقب الوخيمة لأنه عملوا شيء ضد إرادة الله إرادة الله من البدء خلقهما ذكرا وأنثى يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان وكرر هذا الكلام الرب يسوع له كل المجد في العهد القديم في العهد الجديد منشوف إنه بطرس أنكر يسوع المسيح منشوف إنه يحنى ويعقوب أخوه أراده أن ينزلوا نار من السماء على قرية واحدة من قرى السامريين والرب يسوع عبر إنه هذه ليست مشيئته وليست إرادته وليست روحه لكن المسيح جاء ليخلص لا ليهلك أنفس الناس موسيقى اشتركوا في القناة